السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت شيعة الكويت فقيدها آية الله السيد محمد باقر المهري بآيات من كتاب الرحمن وحمل أهله ومحبيه وطلابه نعش السيد الراحل الذي حمل شريعة الإسلام في حياته ومعها حمل هموم الكويتيين والمسلمين في العالم آية الله السيد محمد باقر المهري يغادر محرابه ومسجده وأحبة في ليالي القدر العظيمة ويترك لنا كم من المواقف الوطنية المشرفة تعادل محبته للكويت ولأهلها ولكل المخلصين حجد كبير من المؤمنين حمل النعش وكان أبرز المشيعين سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر صور الأستاذ الكبير حضرت في جنازة تلميذه الفقيد وأبت عمامة الراحل إلا أن تطل متشحة بالسواد تودع الكويت وهي في أول الطريق إلى أبواب الجنان جثمان آية الله سيد محمد باقر المهري سيصل بعد ظهر الغد إلى النجف الأشرف ليطوف حول ضريح جده الإمام علي بن أبي طالب في ذكرى الضربة التي حزت رأس أمير المؤمنين وهو يصلي السيد آية الله المهري سيزور العتبة العلوية في ذكرى السشهاد الإمام علي عليه السلام زيارة أخيرة قبل أن يزجى بجوار قبر آية الله السيد محمد باقر الصدر ترجمة نانسي قنقر